موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد لحامل عكتاف زيتون سنابل ألعت بحر صور صخر جبل عامل هو الجنوب الواهب كرامات وبطولات المتيقذ دوما من غدر عدو الواقف على خط الدفاع الأول عند حدود فلسطين هو الجنوب المنطلق يوم الأحد إلى معركة إنماء لا إلغاء فالفعل المقاوم اسمه مقاومة لها منصاتها غير المعلنة وبناها التحتية جدا لها كل الدعم والولاء والمؤازرة غير أن ذلك لن يلغي أدوار عائلات لها تاريخها في جبل عامل وأدوار ناشطين مدنيين وأحزاب يسرية وأصحاب كفاءات وأن تكون رائدا في الجهاد والمقاومة فهذا سيسجل لك يوم عمل بطوليا كاملا قد يلهيك عن متابعة شؤون البلد اليومية وبإمكان الآخرين أن يأخذوا عنك هذا الدور كفريق مساند وأن نمنح أهل الجنوب فرصة أن يقدموا تجربتهم ويستثمروا في كفاءاتهم من دون أن يصبحوا مجندين من قبل الخصوم فمن قال إن العائلات والقوى الشبابية المدنية ليست لديها تساؤلات عن المحسوبيات من أجرى عقابا واحدا على جرائم الكسارات المحمية في الطيب ووادي الحجير أو على سرقة المرامل في جزين والخردلي والآثار في أنصار وعدلون أو على المحميات الطبيعية ومخالفات البناء وميناء عدلون والمشاعات على مساحات الجنوب فرؤساء هذه البلديات هم محميات طبيعية واعتراضا على بعض الأداء تتقدم اليوم أدوار العائلات والمجتمع المدني على نحو لافت لا يشبه زمن محادل انطلقت من أرض الجنوب نيابيا وإذا كانت البلديات معركة وتنتهي في أحداها فإن أم المعارك جاءت على شكل توطين بموافقة أممية وقد تأكد أن رفض جبران باسيل استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون في مطار بيروت كان قرارا أمميا أيضا له محاسنه لأن وزير الخارجية كان بذلك يرفض مخططا دوليا يسعى للتوطين في أرض النزوح ونزوحا نحو النقاش حيث إن الملف التالي سوف يتطلب تدخل الأمم المتحدة من دون أن تستطيع انتشال المتورطين الملتفين حول شبكاتهم والجديد تكشف قرصنة واحدة يتحول فيها ستوديو فيزيون التابع لأل المر إلى سنترال للاتصالات غير الشرعية عم تحكي عن الفساد؟ ننقى بنفسنا أنه نحن نكون واحد من الأعداد الموجودة كل سرقين الدولة وسرقين الشعب صرت بدك تحاضر بالعفة كمان وأنت أكبر فاسد كثيرة هي المحاولات الإعلامية لدى البعض بحرف الأنظاري عن فضيحة ملف الإنترنت غير الشرعي التي تطالهم إحدى أسباب محاولة حرف الأنظار سنبينها في هذا التقرير إحالتان من وزير الاتصالات بطرس حرب بتاريخ الحادي عشر من أيار الحالي تطلب الأولى إقامة دعوة قضائية عاجلة ضد الجهات التي تقوم بالتخابر الدولي غير الشرعي الوارد في تقريرها والثانية تطلب فيها من هيئة أجير قطع الاشتراكات الهاتفية والتأجيرية الواردة في التقرير المرفق والتي تقوم بالتخابر الدولي غير الشرعي من هي هذه الجهات إذن؟ نقلب الصفحة فنقرأ في التقرير الرسمي إشارة إلى وجود عمليات قرصنة للتخابر الدولي بشكل غير شرعي بواسطة الريفايلينج عبر مجموعة الاشتراكات الهاتفية التي تبدأ بالرقم 04526000 وذلك من خلال استقبال مكالمات هاتفية بطرق غير شرعية وتمريرها إلى المشتركين اللبنانيين من خلال قرصنة الخطوط التأجيرية للشبكة الهاتفية الثابتة فلنتصل بهذا الرقم والنرى لمن يعود يترى حسنا فلنشرح الآن كيف يقوم أولياء الام تي في وستوديو فيزيون بقرصنة الاتصالات غير الشرعية كما يشير التقرير الرسمي هذا عوض أن تمر الاتصالات الخارجية القادمة إلى لبنان بالشبكة اللبنانية التي تصلها بالمشترك المحلي لتلقي الاتصال بإمكان المتصل الخارجي شراء بطاقة انترنت أو الدخول إلى أحد مواقع الاتصالات الدولية ليرى عروض خاصة تستبدل القيمة الفعلية لاتصال الدولي إلى لبنان وكلفته في حالة بريطانيا هنا 1.2 جنيه استرليني أي أقل من دولارين بقليل بستة بياستر أو نحو عشرة سنت وذلك باتصالك برقم خاص ووضع رمز يغير مسار الاتصال من الاتجاه إلى المسار الرسمي إلى الانترنت حيث يصل إلى محطة مملوكة من المر تقوم بتحويل الاتصال الرقمي إلى اتصال هاتفي من رقم 04526000 إلى رقم متلقي الاتصال ليدفع عليه المر 3 سنت كلفة اتصال محلي عوض الكلفة الكاملة للاتصال الدولي الفضيحة لا تقف عند فعل القرصنة التي يقوم بها آل المر بل عند حجم القرصنة التي يتم الحديث عنها فكما يشير التقرير الموقع من وزارة الاتصالات إن الاشتراك رقم 04526300 المسجل باسم ستوديو فيزيون هو خط مؤلف من 100 رقم من الرقم 04526000 إلى الرقم 04526000 هذه الأرقام المقرصنة اتصلت بنحو 400000 خط مشترك لبناني مختلف أي ما يقارب نصف الخطوط اللبنانية أما هذا الجدول فيبين كمية الاتصالات اليومية التي يحولها سنترال المر للاتصالات غير الشرعية يوميا ومعدلها 23 ألف دقيقة تخابر في اليوم الواحد 23 ألف دقيقة تخابر مقرصنة عن الدولة تكلف هذه الأخيرة هدرا قدره لا يقل عن 3 ملايين دولار سنويا كحد أدنى لتدخل مئات الآلاف من هذه الدولارات إلى جيوب آل المر الحريصين على منطق الدولة ومحاربة الفساد وإذا لم تكفيكم فضائح آل المر بعد إليكم معلومة أخرى تحويل الاتصالات الرقمية الآتية من الخارج إلى اتصالات محلية عبر أرقام ستوديو فيزيون ممكن أن تحصل بطريقتين اثنين تقنيا إما عبر المحول الرسمي وهنا تكون أجيرو هي المسؤولة عن تغطية هذه السرقة الموصوفة والمستمرة لأكثر من ثلاث سنوات وإما عبر محول غير شرعي أي بتعبير آخر شبكة إنترنت غير شرعية شبكة يشير إليها التقرير الرسمي الموقع من وزير الاتصالات بالإسم في بدايته يرجى التفضل بالاطلاع على التقرير الوارد من قطاع الفواتير في مديرية الاستثمار في هيئة أجيرو لجهة قيام بعض الشركات بعمليات تخابر دولي غير شرعي وقرصنة لحركة التخابر الدولي قد تكون لها علاقة باكتشاف شبكات الإنترنت غير الشرعية مؤخرا هل قرصنة آل المر عبر شبكة إنترنت غير شرعية إذن أم عبر هيئة أجيرو التي يشتمها المريون كل صباح وكل مساء ما تبعات طلب فحص الـ DNA للشهيد مصطفى بدر الدين تقرير هذه الأمين بعد استشهاد القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين وهو أحد من تتهمهم المحكمة الدولية باهتيال الشهيد رفيق الحريري زار الجنرال قاصم سليماني ضريحة بدر الدين فرد الوزير الشفريف بزيارة ضريحة الرئيس رفيق الحريري وكان قد جاهر في تصريح صابت بأنه على استعداد لتلبية طلب المحكمة الدولية إجراء فحص الـ DNA للتثبت من هوية الجثمان أولا لما يستشهد أو يتوفى أي شخص عمليا تصدر وثيقة الوفاة عن الجهة الشرعية بالمعنى الطائف اللبناني القائم وهذه الوثيقة تصدق في دائرة أو في مدرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية ويوقع وزير الداخلية باعتبار هذا الشخص قد توفي وبالتالي يزال اسمه من السجلات حتى الساعة لم تبعث لهاي بأي رسالة تطلب فيها الـ DNA وهو أمر يستحيل حدوثه بحسب حزب الله الذي لا يعترف أساسا من المحكمة الدولية ولكن كان لابد من السؤال عن خلفية الوزير الريفي القانونية أولا طلبات التعاون التي ترد من المحكمة الدولية وهي ترد بصورة مستمرة ولم تتوقف منذ إنشاء المحكمة وحتى تاريخه طبعا إذا رفضت الحكومة اللبنانية فورا مجرد وصول الطلب إلى وزارة العدل قامت وزارة العدل برفض الطلب يتحقق عدم الانتفال ويعتبر لبنان غير متعاون مع المحكمة الدولية وهذه الحالة لم تحصل ولا مرة بحسب صعب وضوع قانوني وهو مرتبط بعلاقة الدولة اللبنانية بالمحكمة يجب على الحكومة اللبنانية أن تقدم للمحكمة جوابا مقنعا يتعلق بالطلب سواء إذا وصلت فيها نتيجة إيجابية أو سلبية في حال سلبية يجب أن يكون هناك تبريرات أما عبايد فيجدوا في استباق ريفي رسالة سياسية معتبلا أن التشكيك في وثيقة الوفاة لمصلحة الدفاع لما المحكمة الدولية ما يسمى المحكمة الدولية بدأت تحركش بهاك موضوع فهي أصلا كمان عن تعطي مادة من جهة أخرى للدفاع بأنه يفتح الباب بهذا الموضوع ويقول أصلا أنتم مين متهمين ما بعدهم لحد ديك نهاي ديك اليوم لا عندهم صورة لا عندهم اسمه بالمعنى الحزبي لا عندهم تفاصيل بقوله للأستاذ أشرف ريفي يروح يحل مشكلته مع الرئيس سعد الحريري ومع الوزير أنه هذا المشنوق بمحل تاني مش يحل على حساب شهداءنا الأطهار في ظل كل هذه الأراء القانونية هناك أمران أساسيا الأول مؤكد وهو استحالة فتح القبر لأي سبب من الأسباب والآخر هو موقف المحكمة الدولية إن كانت ستطلب فحصة دياناي وفي اتصال بالمكتب الأعلامي للمحكمة في بيروت أكدت الناطقة باسم المحكمة أن الموضوع سيناقش في جلسات المحكمة المنتظرة وأن الأيام المقبلة كفيلة حسم الموضوع في ذكرى السنوية العاشرة لجمعية طراخيص الامتياز في مجمع لبيال الرئيس سعد الحريري يرى أن فرانشايز الطائف هو الأفضل لحل الأزمات في المنطقة لأن الاستثمار في لبنان لا بد أن ينظر إليه على أنه استثمار طويل المدى ويوضع في إطار الفرص الواعدة التي سوف تنشأ حكماً عند انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية وهذه مناسبة لأؤكد أمامكم على أهمية انتخاب الرئيس ووضع حد للفراغ لبنان يتمتع بقطاع مصرفي متين وسليم تتوافر لديه ملاءة مالية عالية وسيولة جاهزة ليكون شريكاً أساسياً للمستثمرين في لبنان وفي اقتصاداتنا العربية يشكل جيل الشباب أكثر من نصف مجتمعاتنا ولدينا موارد طبيعية عديدة وفرص واعدة للاستثمار الحمد لله طلعنا من الحرب الأهلية بفضل اتفاق الطائف واليوم لما تسمعوا الحلول المطروحة لعدة دول عم تحترق بالمنطقة بتشوفوا أنه هالحلول عبارة عن فرانشايز لاتفاق الطائف وهذا بكل فخر فرانشايز الأفضل الإيجان المشتركة تعقدوا اجتماعاً للبحث في قانون الانتخاب من دون التوصل إلى نتيجة وتقرر تخصيص الجلسة المقبلة لدراسة القانون المختلط التأمت اللجان المشتركة مرة جديدة للبحث في قانون الانتخابات بعدما كان رئيس المجلس نبيه بري قد أعطاها دفعاً بترأسه الجلسة الماضية التي انتهت بإقرار أن النقاش في هذه الجلسة يبدأ من القانون المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعليه حضر بعض الوزراء وممثل عن الانتخابات الداخلية لمناقشة المشروع إلا أن المداولات أعادت البحث إلى المربع الأول أي إلى المختلط والأكثري وبعد المناقشة بدأ الانقصام واضحاً بين مؤيد النظام النسبي أو المعارض له لذلك تم الاتفاء على أن ينحصر النقاش في اقتراح القانون المختلط دون سواه في الجلسة القادمة التي حددت في 26 أيار الجاري وبدأ أن الأمر الوحيد المتفق عليه إعلامياً هو رفض قانون الستين على اعتبار أنه لا يراعي صحة التمثيل وولد الأزمات التي تعانيها البلاد إذا حقيقة جديين نحن بأنه نغير قانون الستين عكس كل يلي عم نسمعه وعكس كل الإحاقات يلي عم نشوفها إن كان على طولة الحوار أو برات طولة الحوار كأنه كل المسلم بأنه راجعين على قانون الستين برجع بذكر أنه قانون الستين هو مجزرة بحق التمثيل الصحيح بمشروعنا كحكومة نحن قدمنا أنه يكون فيه تمثيل مباشر نواب للانتشار عددهم ستة موزعين على القارات الستة وهيدا حقيقة إذا في نية أن نعطي حقوق للمنتشر اللبناني ونشاركه بالحياة العامة معناتها بدنا نعطيه إمكانية اقتراع وإمكانية تمثيل فعلي تاني شغلة العودة إلى قانون الستين معناتها إبقاء الأزمة اللبنانية بمكانها لأنه هالقانون رح يرجع ينتج تقريبا نفس المجلس وبالتالي ما رح نقدر يكون فيه عندنا نظام ديمقراطي صحيح أكثر وأقل نحن مع القانون المختلط مع الاقتراح المشترك اللي وفاءنا عليه مع القوات اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي على السياس 47% نسبي و53% أكسري والذي يرفض النسبية إنما يريد أن يستمر فيه سياسة الاستئثار على المستوى التمثيلي فيما يتعلق بطائفته أو بمذهبه أو بمناطقه نحن اليوم أكيد بدنا انتخابات جديدة لأنه إعادة إجراء انتخابات نائبية على أساس أنه الستين يبشر بأزمات مستمرة ولكن إذا لم يكن هناك من حل إلا بانتخابات أو بتمديد سنكون مع انتخابات على علتها على أي قانون اللي كان أفضل من تمديد وسيئته وتمديد لهذا الأمر الواقع نحن موجودين فيه اقتراح قانون يوازي بين كل الأفكار المطروحة وكان اقتراح القانون المختلط والذي يعتمد 64% لأكثر و64% نسبي مصادر نيابية مواكبة للجلسة أبدت تشاؤم كبيرا حيال مسار الأمور خصوصا مع رفض بعض القوى السياسية إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية مشيرة إلى أنه عند الوصول إلى الاستحقاق النيابي بعد سنة من الآن وفي حال استمر الشغور فإن الأمور تكون قد أدخلت البلاد ومؤسسات الدولة في المحظور باسل العريضي قناة الجديد حملة طريفة لكسب الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة ترميش الحدودية في زمن الانتخابات كل يبتكر فكرة لجذب الناخبين ولفت نظرهم للوصول إلى مقاعد المجالس البلدية والاختيارية في الجنوب المرشح لمنصب المختار في بلدة ترميش جريس الحاج قرر خوض المعركة مستعينا ببراءة أحفاده علما أن التنافس على أشده للمقاعد الأربع الاختيارية ويخوض جريس استحقاق الأحد تحت لواء حملة صوت لجده لا الانتخابات والبلدية والأعضاء ورئيس البلدية هؤلاء جايين المفروض يكونوا لخدمة دايعتهم وأهل دايعتهم على المقلب البلدي المرشح مارون شبلي وجد نفسه في صلب معركة الأحفاد بعد أن قام أبنائه بالرد على حملة صوت لجده بحملة جدة أقوى من جدك المعنى أنه هيك بس كالطرافي وأنه تكون معضومة بين الحملتين نجح ترميش بأن تكسر حدة الانتخابات البلدية والاختيارية ليصبح المثل خدوا حملتهم من صغارهم بعد حل الخلاف داخل حركة أمل في كفر رمان كفر موسكو تواجه الثنائية الشعية تعتبر المعركة الانتخابية في كفر رمان أم المعارك في بلدات قضاء النبطية الأمور تجهت في البداية إلى تشكيل ثلاث لوائح في ظل الخلاف بين رئيس البلدية الحالي كمال غبريس وحركة أمل ما دفع غبريس إلى إعلان ترشحه وتشكيل لائحة في وجه تحالف حزب الله أمل من جهة والشيوعيين من جهة أخرى أنا أول يوم فضحوا باب الترشيح عبدام الترشيح لانتخابات مجلس بلدية كفر رمان نحن عم نكون لائحة أكيد سيكون فيها حلفة ترشح غبريس دفع تحالف الثنائي الشعي إلى محاولة التلاقي مع الشيوعي إلا أن المحاولة لم تنجح لتعود أمل لتسوية الأمور مع غبريس الذي تنازل ووضع ترشحه عند قيادة حركة أمل حصل خطأ تنظيمي لفترة ما وعلي جدا الموضوع في الأسبوع الماضي والأخ كمال غبريس قدم بطلب استرحام للحركة أنسحابه بتصرف الحركة موجود مع الحركة بعد عودة غبريس إلى حضن الحركة أصبحت المواجهة بين لائحة الثنائي والشيوعيين الذين لم يرضوا بتحويل الثنائية إلى ثلاثية طرح بالأول رئاسي مستقل وفقنا وصار في طلب آخر أنه يكون فيه نائب رئيس مداورة يعني مجرد تنازل عن موضوع الرئاسي هو مديد للكل ونقول بيجي شخص من قفر رمان شعرنا أنه هناك صعب التوصل وصدر تصريح من رئاسة الحزب الشيوع أنه لن يكونوا على لوائح تمثل السلطة أولا نتشارك كلنا سوى باختيار الرئيس ونائب الرئيس نتشارك بسياغة برنامج للمجلس البلدي أنه هاي الضيعة شو بد مننا وشو قادر نعملها بإمكانياتنا المتاحة رفضنا مبدأ المحاصصة وبلغناهن أنه إذا أنتوا فيتين بالمحاصصة الثنائية ما بدنا نحولها إلى ثلاثية يكون تالي تكون الحزب الشيوع نحنا نحنا بنعتبر أنه حتى لو راحت الأمور باتجاه تشكيل لوائح بكفر رمان بنعتبر من خلفيتنا السياسية كمنظمة حزب الشيوع بكفر رمان أنه نحنا عم نعمل عرص ديمقراطي من أجل اختيار مجلس بلدي بكفر رمان عدهتان اللائحتان هناك عدد من المستقلين المتبقين من لائحة غبريس والمعركة يوم الأحد المقبل ستكون حامية بحسب توقعات جميع الأطراف فهل يستطيع الشيوعي خرق جدار التحالف لتعود كفر رمان؟ كفر موسكو صيدة معروف تتصدى لصيدة الحريري تقرير حسان الرفاعي عدى الناصريون إلى واجهة صيدة بقوة لائحة مكتملة رافضين التفاهم مع أل الحريري الذين هيمنوا على المدينة البحرية بلاديا ونيابيا في السنوات السابقة الظروف التي مرت على صيدة في السنوات الأخيرة من أوضاع أمنية إلى جبل النفايات وضعت البلدية الزرقاء موضع الدفاع عن كل مشاريعها المنفذة والتي لم تبصر النور بعد حتى وصلت الحال إلى إلزام رئيس البلدية محمد السعودي الترشح في هذه الدورة أنا حاولت أن أعمل توافق بس ما لقيت جواب أتقال ما أريد أن أترشح ليه غيرت رأيك؟ غيرت رأيي لأنه صار فيه علي ضغوط من الأطراف كثيرة وفيه سبب زائد أن الفريق الثاني اللي نازل ضدنا قاعد يشوه بالمشاريع اللي أنا عملته الميناء التجاري المرحلة الأولى خلصت بس بده مرحلة ثانية الجبل أزيل وأزيل حسب مواصفات أشد مواصفات في العالم في ناقص بعديد الشرطة وسأزيل عدد مش أولوية كان لازم يتجاوب عليها بالمرحلة الماضية هاي؟ لا ما كان عندنا إمكانية أصلا مادية لائحة صوت الناس المدعومة من التنظيم الشعبي ترى أن التبريرات لا تبرر المحظورات فاللائحة طويلة جدا من البطالة إلى الإنماء من خلل كبير وثغرات بالمشاريع التي نفزت بعهد البلدية واللي هي تشتم منها رائحة الفساد والسمسرات أردنا التغيير مشاريع الأمبلاج من برة كتير حلو ولكن تشوبها شوائب عديدة معمل النفايات اللي هو أساسا وقع عقده بالبلديات السابقة وبدأ تشغيله هلأ بتسألني السبب لاش هلأ؟ لأن الواقع السياسي الداعم لهذه البلدية هو اللي سمح بتشغيله هلأ جبل النفايات اللي أزيل واللي لدينا من المآخذ الكثير على طريقة إزالته في تخبط ساعة منفتح طريق ساعة منسكرة بلديات الشهيد معروف سعد اللي كان لما كان يوصل للمجلس البلدي كان يساعد كل أبناء مدينته لذلك هاك بلديتنا تعلمنا من معروف سعد ونحن لاحن نكفي بهذا الطريق وبين من يراهن على أن يعيد الأحد البلدية زي ما هي هناك من يرد الأحد لنصره قريب كاميرا الجديد ترصد الأموال الانتخابية ولكن هذه المرة في صالة مطار بيروت تقرير ليالبو موسى من زامبيا وتنزانيا وملاوي وأوغاندا جاء بعض منتخبي قرية حريس الجنوبية صباح الخميس ليهتفوا في مطار بيروت اللامع أبو علي عماد وكاميرا الجديد كانت من المرحبين أيضا أبو علي عماد هو لقب رئيس بلدية حريس الحالي عماد سليمان ولكن أبو علي ليس لقبه الوحيد فهو أيضا ريس على الكل ولا الكل أبو علي وبمساعدة أحد الأشخاص دفع تذاكر السفر ذهابا وإيابا للمنتخبين مع أنه واثق بنجاحه فهو الذي لطالما دعمته حركة أمل بطريقة معلنة وغير معلنة إذا نجحنا بكون رابع دور والدك كمان كان قبل رئيسة البلدية صحيح لفترة كمان طويلة مفاق 30 سنة ما في بلدية بحريس يعني البلدية ببيتك يعني اليوم إذا ربح حدا تاني وين بدوا يعمل البلدية هاي مش مشكلة هاي إذا ربح عندك هاي دي السئة يعني كتير صير في دفع أموال شراء أصوات نعم أنا ما في يقولك أنه بيصير أو ما بيصير بس أنا بوضعيتي هيدا هيدا الأمور منا ويردي أبدا لأنه أنا مسلف كتير يعني صفحتي بيضة بس معروف عن حضرتك أنه عم بتجيب ناس من بره يعني في أعداد يعني مبارح وصلوا بكرة واصل كمان تيارة مش موضوعي أنا عم ما بجيب إلا ما في طرف سياسي بالبرد بيصير عنده انتخابات إلا ما بيدفع فيول وترانسبورت وخدمات ليساهل ليساهل على الناخ إبلع ليش على الصندوق صح فهيدي من هاي يعني إلا فيه ناس حابة تدعم الليحة وحابة تعبر عن رأيها ممكن ما يكون عندهم إمكانيات وفيه ناس عندها إمكانيات يعني باتيتش إنه شغلي من صحية يعني موجودة بكل دول العالم صباح يوم الجمعة ستهبت طائرة أخرى وفيها منتخبون جدد سيهتفون في مطار بيروت اللماع أبو علي عماد لتترجم الصرخة صوتا في الصناديق الأحدى المقبل ليالبو موسى قناة الجديد بعد الفاصل نعيم عباس انحكى أهلا بكم من جديد معلمة تضرب تلميذا بوحشية وتتسبب بكسر إصبعه عقبا له على خطأ في الإملاء لهذا السبب راحت إحدى معلمات مدرسة أبي سمراء في طرابلس تضرب تلميذها بالمصطرة وكانت النتيجة طلع في شعر بإصبعه الثالث وهذاكي مرضوط وإدارة تنتان بس مطربانا بأدري حركاء أو شيئا لا ما بأدري حركاء وهي دي إيدوهان ها مطل ها دربة وها يدو ها في دربة ها كمان زلت لتحكي نزلي على الفرصة جيت للإستاذ إستاذ اطلعنا نفق وأفقه وأستاذ وقفني عزيويا أميلي هوريا حركة قلب الأم على ولدها ابن السنوات الثماني دفعتها إلى إصال صوتها كما ناشدت والدة الطفل وزير التربية ليسبو صعب الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة نفايات مطمر الكوستا برافا تستقبل السياحة في لبنان تقرير جوال الحاج موسى أهلا بكم في مطار بيروت الدولي عبارة اعتاد سماعها من قصد لبنان أطعت السماء لكن المفارقة اليوم هي أن هذه العبارة تترافق ورائحة غير عطرة أحمدوا الله على عدم قدرة الكاميرا على نقلها إلى بيوتكم الرائحة مصدرها مطمر قرر أن يكون أولى المستقبلين وآخر المودعين للسياح رحابة صدره لا تقف عند حدود البشر بل تتعداه إلى الطيور التي على أشكالها ستتجمع لتقطات من نفايات مطمر الكوستا برافا وعلى أشكالها وحجمها تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية بالنتيجة الرويح وبالنتيجة الخطر على البيئة على السروة السماكية الخطر على الصحة العامة وأكيد على الطيران بما أنه قريب في خوف من أنه هالطيور هذي تفوت بقلب المطار مطار الطيارة وكل ما كان حجم كبير لهالطيار بيعمل ضرر أكتر وممكن يؤدي إلى تفجير بمطار الطيارة بهالمروح هذه اللي تبرم وهذا أكيد بيوصلنا للاستنتاج أنه خيار المطامر هو خيار خاطئ ولازم يتطلعوا على خطة تانية أو على طريقة تانية اللي هي مبنية على أساس أنه يقام مع عيم الفرز بهالمناطق هذه المأهولة بالسكين ولكن الطمر لا يمكن أن يكون هان لازم يكون بمناطق مثل ما بقوله صحراوية ما فيها شي مثل السلسلة الشرقية فيها كثير مناطق من بعد ما نكون اعتمدنا طريقة فرز علمية إذا كان الحل لمنع دخول الطيور من رحة الطائرة أو محركاتها هو في تسميمها وقتلها فسلام على نظام بيئي بات الخلل في تركيبته سيد الموقف جوال الحاج موسى قناة الجديد لم يبقى من مهدي عامل سوى لافتتين وشارع وما ندر من معلومات عند أبناء قريته تانية الماضي صباحا كنا عم نشتغل على هالمصيئة هاي اللي ميرأ قتلوا حسن حمدان المجهولين الجهال طيب حسن حمدان أو مهدي عامل المفكر الشيوعي والأستاذ الجامعي الذي اغتيل في أيار من عام سبعة وثمانين هو ابن بلدة حاروف الجنوبية التي قدمت الكثير من أبنائها في وجه العدو الإسرائيلي تحت رايات وفصائل مقاومة عدة فماذا بقي من ذكرى شهيد جمول في بلدته غير لافتتين صديقتين لشارع يحمل اسمه مهدي عامل ما بعرف حسن حمدان كمان ما بعرف من عنا مضاء أول من حاروف حسن حمدان ونه يعد حسن حمدان قصة كل شيوعي صح؟ يعني سامعوا ناسي مهدي عامل مش حسن حمدان من حجم الصفا لا 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 مضاء كان مناضر سياسي بالحزبة الشيوعية من عنا من حاروف اسمه الدكتور حسن حمدان خيوة أولا كمان حمدان من عندنا من هوم حاروف لا دكتور ربهدي عامل حسن حمدان تعرف شي عنه تفاصيله أولا أحد الأشخاص العاملين في الجهاد القديم ما بعرف ربعا ما بعرفوا من هو حسن حمدان ما بعرف في شارع هون يابطة بيسمه وين شو عامل شو والا من هو الحاروف هو وين بقولوا عنه من زمان انه كان بحزب الله وعمل اشها طالع وناجل ناشط اجتماعي وناشط يعني سياسي خرق بحروف وابن حروف وعاش ببيروت درس فلسفي بجامعة ليون وتوفى بمثل هذا اليوم بـ 18 أيار اغتياله وكان رايع الجامعة اللبنانية هذا كله بعرفه عنه من حسن حمدان ما بعرف في الوقت اسمه حسن حمدان تعزباحة بنت أعمر مقابل يعني ما لم يبقى الكثير من حروف مهدي جبل عامل في أبجدية جيل يبحث بعضه عن مهدي آخر غافلين عن أن الذي لا يذكر ماضيه لا مستقبل له اعترافات الموقوفين تؤكد أن معركة عرسال خططة لها ونعيم عباس يراهن على الوقت بعد أقل من عامين على معركة عرسال تأكد ما كان مؤكدا وهو أن تلك المعركة لم تكن رد فعل بل جاءت نتيجة مخطط محكم وحد عددا من التنظيمات المتناحرة أنذاك وعلى رأسها تنظيمات دولة الإسلامية وجبهة النصرة قضية التحقيق العسكري نجاة أبو شأرة اللي قالت أنه هذا المخطط حكيت عن معركة المفاق وحكيت هذه التسمية اللي كانت معتمدة من قبل هذه التنظيمات أو اتلاف التنظيمات اللي قرروا احتلال بلدة عرسال الاحتلال عرسال لم يكن رد فعل على فعل وهو توقيف أبو محمد جمعة إنما هو مخطط كان يجري الحبكه لإحتلال هذه البلدة واعتقال جمعة سرع هذا المخطط وبحسب اعترافات الموقفين في القضية الذي تجاوز عددهم المئة فأن الهجوم كان يستهدف إلى جانب عرسال سبع كرن على الحدود الشرقية وفي قضية أخرى لا تقل أهمية كرر نعيم عباس أشهر موقفي تفجيرات بيروت ما ذكره في إفادته الأولية كاشفاً أمام هيئة المحكمة عن المزيد من أسلوبه المتهكم يعني أعاد سرد بعض التفاصيل فصل معطيات وأكد ما هو بات معروفاً لدى جميع اللبنانيين أنه نعيم عباس كاشف مسألة التي تتعلق بأنه ترك كتاب عبدالله عزام وتعاقد مع تنظيمي الدولة الإسلامية وتنظيم جبهة النصرة لكن يبدو أن لعباس غاية من وراء المماطلة وعدم تقديم شيء جديد في إفادته نعيم عباس يحاول تأجيل محاكماته يعني في كل مرة يسعى إلى إرجاء جلسة المحاكمة لأن لديه قناعة راسخة تتعلق بأنه هناك مشروع لإجراء صفقة تبادل مع تنظيم دولة الإسلامية مع العسكريين الموجودين لدى تنظيم الدولة الإسلامية لإخراجه وأن لا حل ولا أمل لديه إلا بعقد هذه الصفقة لا يرضى عباس بأن يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش في خلال استجوابه فحينما سأله رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم إن كان قد عمل مع داعش أجاب مع داعش لا مع دولة الإسلام إيه فعلق إبراهيم ممازحا هل سأعاقب بالجلد الآن لأنني قلت داعش فأجاب عباس فيه إشعاعات كتير وبعدين أنا ما كنت أمير كنت أمير نفسي تويتر لم يغلق حساب جواد نصر الله إنما الأسباب داخلية أمنية السلام عليكم بعدني هون يا عمي بهذه التغريدة عاد جواد نصر الله تفعيل نشاطه على تويتر بعدما أخرى خبر إغلاق حساب بن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حيزا كبيرا أعلميا وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث غلبت الشماتة على مضمون التعليقات ظن أن شركة تويتر نفسها هي من أغلقت حسابه لكن الخطأ الذي وقع فيه الجميع أن أحدا لم يدقق فعليا في أن حساب جواد deactivated أي معطل وهذه الخطوة يلجأ إليها الشخص نفسه وهو ليس suspended أي معلق ما حدث لحساب الناشط عباس زهري الذي أقفلته شركة تويتر من دون أسباب واضحة ليس أول مرة بيتسكر حسابي عدو كتب تسكر أبل هلأ ثلاثة حسابات بس هوليكي كانوا بسبب أنا كنت غلطان يعني خلفت أوانين وشروط تويتر نشرت معلومات شخصية عن شخص مش كان لازم أنشرها بس هاي المرة عن جد كانت مفاجأة يعني أنا قالي شهر ونص ما عمل شي ما عم بعمل هاشتاجات فتوصلت مع إدارة تويتر وبعت إيميل وناطر الرد إن شاء الله يقول نصر الله أنه أقفل حسابه لكسب الوقت بأمور تانية وبحسب معلومات الجديد فأن سبب الإغلاق الموقت لحسابي جواد في تويتر والفيسبوك خطوة اتخذها حسب الله لإعادة تقييم نشاطه في الفضاء الإلكتروني وهي نوع من التدابير الأمنية الوقائية لتنظيم تحرك جواد وإسلوبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن التفاقم الموضوع وتزمنه مع إقفال تويتر لحساب الناشط عباس عجل في إعادة فتح حسابه ويذكر أن نصر الله الإبن نظم منذ بدء نشاطه الإلكتروني حملات عديدة عبر إطلاق هاشتاج في قضايا مختلفة وبإسلوب خارجا عن إسلوب الحزب التقليدي رأى البعض أنها تسيء إلى صورة نصر الله فيما تفاعل معه مغردون كثر إمن فواز قناة الجديد إطلاقوا لائحة بشري في قلبي المنافسة للائحة حزب القوات في الانتخابات البلدية وأخبار إضافية في بانورما محلية للزميل عنان زلزلي أعلنت لائحة بشري موطن قلبي أسمى أعضائها وبرنامجها لخول الانتخابات البلدية في منطقة بشري وفيما تردد أنها مؤلفة من أعضاء في حزب القوات وهي تطرح نفسها ضد القوات أوضحت الدائرة الإعلامية في الحزب أن الإدعاء بنزول القواتيين في وجه القوات هو إدعاء فاضح عار تماما من الصحة في خلال رعيته حفلة خريج طلاب مؤسسات المعهد العربي التربوي في قصر الأونسكو دعا الوزير السابق عبد الرحيم مراد إلى وحدة تربوية عربية تعوض التفكك السياسي مشددا على ضرورة استحداث قانون انتخابي أما آل الأوام لإنجاز نظام انتخابي عادل يعتمد النسبية الكاملة أو بدوائر موسعة وأن تتم في ذكرى النكبة شهد قصر الأونسكو فعاليات مؤتمر ثقافة المقاومة الرابع برعاية الرئيس سليم الحص ممثلا في مستشاره رفعت بدوي الذي أكد أن الموقف سلاح وأن لا مكان في زمننا للنأي بالنفس بعد هذا التخاذل والاستسلام والتآمر العربي المتمثل بمد اليد للعدو الإسرائيلي لم يعد في جعبتنا إلا المقاومة والمحافظة على المقاومة والعمل على رشر ثقافة المقاومة لتبقى متمسكة بهويتها رفضة لأي استسلام أو تنازل عن الحقوق العربية أعطونا الطفولي أعطونا 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 السلام أعطونا الطفولي هو النداء الذي أطلقته مدرسة كسبا القورة في حفل تخريجها أكثر من 300 تلميذ وتلميذة سوريين تم العام الدراسي بعد أن أجبرتكم الظروف القاسية والقاهرة على النزوح فوجدتم عندنا بيوتا وخلوبا مفتوحة والشكر كل الشكر لكل من ساهم في زرع الفرحة في نفوس هؤلاء الأطفال وتخلل الحفل عروض مسرحية للطلاب بحضور ذويهم وأفراد الهيئة التعليمية إلى زمان عاد ملتقى ألوان في معرضه التراثي الذي أراده منسبة لإحياء بعض العادات والتقاليد بهمة كوكبتهم من الفنانين والحرفيين الذين لم يتوانوا عن الإبداع رسما ونحتا لاستحضار الماضي في ذاكرة الحاضر مشاركتنا هون هي عن البيئة اللي نحن عايشين فيها كأنه نحن ولا أهلنا حبينا كل فنان حبي يعبر عن البيئة اللي عايش فيها هو اللي ينتمي لإله وهذا الشيء اللي نحن كل العالم صارت عم بتحنله لأنه صارت البيئة المدنية تغطع هذا النوع من التراث فالفنان هو برجع بيحيي هذا النوع من الفن ويستمر المارض يومين ويستقبل الزوار من العاشرة صباحا في قصر الأونسكو بعد الفاصل فرضية الإرهاب مرجحة في اختفاء الطائرة أهلا من جديد ذكرت قناة زفزدا الروسية أن تنظيم داعش تبنى إسقاط الطائرة المصرية مهددا بهجمات أكثر تدميرا خلال بطولة أوروبا لكرة القدم في فرنسا هذا وتضربت المعلومات بشأن العثور على حطام الطائرة المنكوبة فبعدما أعلنت السلطات اليونانية العثور على أجسام طافية والسطورات نجاة يرجح أنها من حطام الطائرة أكد نائب رئيس شركة مصر للطيران أحمد عادل مساء أمس أن ما عثر عليه في البحر المتوسط لا يخص الطائرة المنكوبة عثرت الملاحة المدنية اليونانية جنوبي البحر المتوسط على جسمين بلاستيكيين كبيرين طافيين في البحر على مسافة ثلاثمائة وسبعين كيلو مترا جنوب جزيرة كريت يعودان إلى حطام طائرة مصر للطيران وفق ما أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس موضحا في مؤتمر صحفي أن طائرة مصر للطيران انحرفت فجأة في الجو وهوت قبل أن تختفي من على شاشات الرادار اختفت الطائرة من شاشات الرادار اليونانية فيما كانت في المجال الجوي المصري وتحطمت على بعد 130 ميلا تقريبا من جزيرة كارباثوس الواقعة بين جزيرتين رودوس وكريت شركة مصر للطيران أعلنت أن الطائرة تابعة لها اختفت وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة من على شاشات الرادار وفق مياه البحر المتوسط بعد دخولها المجال الجوي المصري وعلى متنها 66 شخصا بينهم سبعة أفراد من طاقم الطائرة وثلاثة أفراد أمن وطفل ورضعان أما ركاب الطائرة المفقودة فهم 15 فرنسيا 30 مصريا بريطاني واحد وبلجيكي وعراقيان وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي وفيما أكدت الخارجية المصرية سقوط الطائرة أصرت وزارتات تيران المدني والدفاع على أن الطائرة لا تزال مفقودة وأنه لم يجر توصل إلى أسباب اختفائها أما وزير الطيران المصري شريف فتحي فيرجح فرضية العمل الإرهابي في سقوط الطائرة جاري عمليات البحث في الوقت الحالي عن الطائرة في الموقع اللي هي مقدر أنها تكون اختفت فيه وانقطع الانتصال بيها ما نقدرش نستبع حاجة في الوقت الحالي أو نؤكد حاجة لازم تنتهي كل إجراءات البحث ولازم اللي جان تشتغل وبناء عليها نقدر نقول الموقفي بالزبط وإي الأسباب لا أريد أن أقفز إلى النتائج ولكن إذا أردنا تحليل الموقف فأن فرضية العمل الإرهابي هذه قد تبدو لاحتمال الأرجح وبينما تتواصل عمليات البحث أعلن رئيس الفرنسي فرنس باولاند أنه لا يستبعد أي فرضية بشأن مصير الطائرة وكذا أن المعلومات التي لديه تفيد بأن الطائرة سقطت وفقدت وهذه هي الكارثة الجوية الثالثة التي تشهدها مصر في عهد حكومة شريف إسماعيل التي مضى عليها ثمانية أشهر فقط بعد تحطم الطائرة الروسية في أيلول الماضي واختطاف طائرة مصر لطيران في أذار الماضي وتحرير ركابها والقبض على مختطفها دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرة جديدة على خط المحادثات اليمنية في إطار دفعها إلى الأمام بعد خمسة أسابيع على انطلاقها على الأراضي الكويتية فاستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أطلعه على تطورات الموقف في شأن محادثات السلام اليمنية واستقبل أيضا الوفد الحكومي اليمني الذي يرأسه وزير الخارجي عبد الملك المخلافي والتقى كذلك وفد الحوثيين مطالبا مختلف الأطراف بالبقاء في الكويت وبضمان الوصول إلى نتائج إيجابية وحث الأطراف اليمنية على استكمال المشاورات لتحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة أبنائه لكن وفد الرئيس عبد الرب منصور هادي كان قد علق مشاركته في المشاورات مهددا بالانتحاب منها بالكامل ما لم يقدم طرف الآخر تعهدا مكتوبا يضمن التزامه مرجعيات التفاوض علما أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد تدخل أيضا لدى أحد أهم هذه المرجعيات وهي السعودية لإقناعها بضرورة إنقاذ التفاوض اليمني اليمني غير أن السعودية لم تردخ للضغط الأمريكي ليبقى الحل اليمني تحت التأثير الإسرائيلي الذي يعرقل أي حل في هذا الإطار أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي أن تنظيم دولة الإسلامية يعاني الهزيمة ويحاول القيام بعمليات هجومية في الموصل مشيرا إلى تكثيف تدريب القوات العراقية واستخدام طائرات الأباتشي لمساعدتها في العمليات إضافة إلى نجاح التحالف في تعطيل مخططات داعش لشن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقال قمنا بتعطيل تكالمخططات وقبضنا على أبو داود مسؤول الأسلحة الكيميائية وكان ذلك صيدا ثمينا والمعلومات التي حصلنا عليها منه قادت إلى نجاح هجمات أخرى شنت على داعش وسنستمر في استهداف أي مخططات لعمليات التنظيم تتعلق بتسليح كيميائي الفلسطينيون يحيون ذكرى الثامنة والستين للنكبة ويؤكدون أن مكافحة العضو الصهيوني والوحدة الفلسطينية الداخلية هما طريق العودة تقرير نيزار حبش بين زقة وجدران مخيم الجلازون المتداعية قضاء رام الله تجلس الحاجة أم يوسف شعبان خمسة وثمانون عاما مستذكرة سبعة عشر عاما عاشتها في بلدة بيت نبالا قضاء لد المحتلة قبل أن يدمرها الاحتلال عن بكرة أبيها عام ثمانية واربعين ثمانية وستين سنة ما شفنا يوم مليح في حياتنا شلشكة ومتفشة لا وطن ولا دور بدي أروح إن شاء الله من أهل لرادة روح بيتنا بالا وشوف دارنا ومهي الدار نهدد وشوف دارنا واكود مترحتهم الرمل والطراب واكود هناك بالمفتاح يخدم معاي ويعطوني دار بداله ثماني وستون أثنية استمرت صافرات الحداد في المدن الفلسطينية بعدد سنوات النكبة لتعلن الصافرات عن بدء حياء فعاليات الذكرى بالكفاح والوحدة نحقق العودة شعار الفلسطينيين في ذكرى نكبتهم خصوصا بعد فشل الحل السلمي على مدار أكثر من عشرين عاما في إعادتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها كلما طال أمد الاحتلال كلما تصلبت الإرادة الفلسطينية وكانت أكثر استعدادا للتضحية من أجل إقناع العالم أن هذا وحش كاسر لا يليق بمواجهته إلا السلاح بعد ثمانية وستين عاما من النكبة بلغ عدد شعبنا الفلسطيني أكثر من 12 مليون ونصف نسمة 69% منهم لاجئين يعني نحن نتحدث عن أكثر من 8 مليون لاجئ هم مسجلين وغير مسجلين في الأنرواء هم مشتتتين في أسقاع العالم كان هناك بعد الهجرة الأولى 59 مخيم ما بين الضفة الغربية وغزة وأيضا لبنان وسوريا والأردن وسير الفلسطينيون قافلة شاحنات استخدمت عام 48 في نقل المهجرين لمخيمات اللجوء في الدول العربية المجاورة هربا من العصابات الصهيونية التي هجمت وهجرت 518 قرية فلسطينية نذاك يحتفظون في الشاحنات على أمل العودة بها يوما جيل ينمو ويكبر في المخيمات ويل للتاريخ من جيل المخيمات هذه رسالة الفلسطينيين بعد 68 نكبة في حياتهم من فلسطين المحتلة نيزر حبش قناة الجديد والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادر اليوم في بيروت ونبدأ مع صحيفة النهار وفيها الأمم المتحدة تسارع إلى احتواء الحملة لا أحد يدعو للتوطين والتجنيس في لبنان ترجيح العمل الإرهابي في كارثة الطائرة المصرية هوت في المتوسط خلال رحلة بين باريس والقاهرة في السفير بكى نصر الله فاتصل ذو الفقار مطمئنا واستشهد قرصنة التخابر الدوليبي 45% من مشتركي الثابت أن يبقى الهواء مشاعن كلوفيس مقصود أفق ساطع الجيش السوري تغلغل في الغوطة في عنوين الأخبار سعد الحريري إلى صيدة في مهمة إنقاذية جزين تصفية حسابات عونية داخلية حبيش مع الشيطان في مواجهة الأحزاب قاطع أما في الأنوار القاهرة وعدة عواصم اعتداء إرهابي وراء كارثة الطائرة المصرية وكتب رفيق هوري نظام سايكس بيكو وفوضى لافروف كاري باريس تدعو إلى مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط مجلس الوزراء بحث موضوع المصارف وأكد رفض توطين النازحين ننتقل إلى الديار وفيها الإبراهيم يخشى من فدرالية لبنانية سوريا فلسطينية في لبنان بر يراهن على انقلاب في المجلس النيابي الجديد من هو المراشح الرئاسي الخفيف المبادرة فالزاعة الستين تدفع نحو القانون المختلط أما في المستقبل جزين تحالفات ملتبسة سياسيا مرفوضة عائليا صيد الإنماء يواجه السياسة الحريضي فرانشيز تغيير هويتنا لا ينجح الجميل للمستقبل النتائج البلدية ضحضت نظرية الستة وثمانين في المئة أما في عنوين البناء النصرة تشتاح جيش الإسلام تحسبا وقادته لعزل علوش والتعاون مع الجيش نصر الله يحدد رؤية حزب الله لمستقبل حرب سورية وبلدية الجنوب استفتاء المتوسط ولبنان والمهجر يقودان حرب المصارف ومتمولون لسحب ودائع في اللواء تقرير بنكيمون حول توطين اللاجئين السوريين في لبنان ودول الجوار إجماع في مجلس الوزراء على رفض توطين النازحين السوريين الحريري يربط الازدهارة بانتخاب الرئيس ولواء حثبات وجود بوجه لواء الائتلاف في الجنوب في عنوين البلد بنكيمون يستثني لبنان وأجماع على رفض الستين لعنة الجو مجددا دمستورة يتعاهد بإسقاط المساعدات من الجو 5.4 مليارات دولار للعراق في الجمهورية إجماع على رفض توطين النازحين بدء التحقيق موسكو قررت فتح معركة دير الزور هل يعفى المقتردون من التزديد تطبيقا للقانون في الحياة هوت في البحر وعلى متنها تسعة وستين شخص وعثر على حطامها بعد ستة عشر ساعة المتوسط يبتلع طائرة مصرية والقاهرة ترجح عملا إرهابيا ونختم مع الشرق الأوسط صندوق النقد الرؤية السعودية تحول جريء الغنوشي سنخرج من الإسلام السياسي ترجيح قنبلة في سقوط الطائرة المصرية هزب الله يهدد البنوك اللبنانية بالتكليف الشرعي لسحب الودائع كان في النشرة عندما تحول ستوديو فيزيون إلى سنترال اتصالات غير شرعي معلمة علمت العصى على دي يدي حسان شبحوا الستين يخيموا على مجلس التمديد إذا لم يكن هناك من حل إلا بانتخابات أو بتمديد سنكون مع انتخابات على عليتها على أي أنون اللي كان أفضل من التمديد في الجنوب أبو علي يستقطب الناخبين من الخارج معركة ترميش بقيادة الأحفاد وجدة أقوى من جدك وكان في النشرة مهدي عامل حكاية لم تروى للجيل الجديد ختم نشرتنا الصباحية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند العاشرة والنصف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة